اهلاً وسهلاً بكم مشاهدين ومتتبعين ضمن عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي الخاص بالتوعية الصحية برنامج وقاية وعلاج برنامج وقاية وعلاج والبرنامج لكي يكون مرفقكم كل أسبوع من خلال الصفحة الرسمية الميد غاديو عبر فيسبوك وكذلك من خلال موقع لالاكليوس في هذا العدد واليوم بما أنه بلادنا وعلى غرار دول كثيرة كتعيش مرحلة رفع الحجر الصحي تدريجياً مرحلة اللي نوعاً ما غدت خلينا أننا ندوم نرجع للحياة العادية أو الحياة الطبيعية في مختلف مناحي الحياة سواء اقتصادياً أو لا اجتماعياً لكن موضوعنا من خلال هذا العدد غد يكون عن الصحة النفسية في ضل هذا الضرفية أو لفضل هذا الوضعية ولهذا الموضوع يسعدني كثير على أنه في هذا العدد يكون مرافقني معليش غدينمشوا من أبعد نقطة الأقرب نقطة نبدأوا من كندا وتحديداً من موريال غدتكون مرافقنا الدكتورة سارة بن ميرا اللي هي طبيبة نفسانية مساء الخير وأهلاً وسهلاً ليك معنا دكتورة سارة بن ميرا شكراً ليك حاضر معنا أيضاً كفاءة طبية مغربية الدكتور محمد هاشم تيال طبيب نفساني ومحلن نفسي سعداء جداً دكتور تيال تكون مرافقنا في هذا العدد من برنامج وقاية وعلاج أهلاً بكم أهلاً بالمشاهدين الكرام شكراً جزيلاً أول حاجة وكيف ما جرات العدد رفقة الضيوب لك يكونوا مرافقيني من خلال برنامج وقاية وعلاج كانت تكلمه بشكل عام كتقييم للوضع يعني في كل مكان أو لبلد هما عايشين فيه نبدأ مع هكاً دكتورة سارة بن ميرا شمو تقييمك حالياً للوضع بالنسبة لكندا وانتي تحديداً معنا من موريان بالنسبة للمدينة دي الموريان اللي هي المدينة أكتر اللي كان فيها العدد كثير دي المصابين من المرض الوباء كوفيد 19 نحن عشنا دي مزور دي المزور دي المنزيل اللي كان أكتر من المدون الأخرى في بلاد كندا في الأول كان دي المزور دي المنزيل لكن كان عنا الحق بالطبع أنك تخرجت تفرد محش تشم الهواء مع العائلة الأماس المزور دي المحش المزور دي المظور كنت الدروري بجد أن يشترك كثيراً عندما أشعر القيام يدفع لأنه لا يمكن أن يكونوا مغلوقين لمدة أسابيع لذلك هذا شيء كان مستمر الآن هذه أسبوعين بدأت الديconfinement طريقة تدريجية لذلك المغازين بدأت يحلون الريستوران لكن مع مزور سبيسيفك للوقاية نعم طيب ما هي الأمور التي مسموح بها في كندا والأشياء التي دخلها في إطار الحياة العادية ولكن غير مسموح بها ما هي المزال ممنوعين في كندا؟ المسموح أن ثلاثة العائلات من منازل مختلفة لكن في الخارج ماشي في الداخل لحد الأمور هذا الذي يجب أن تحصل نعم يعني ثلاثة العائلات مسموح أنهم يتلقوا في حواء الطلق يعني ماشي في الداخل بنيت مثلا نعم في الأول لم يكن ثلاثة العائلات في الأول كان عشرة ديال الناس يقدروا يتجامعوا في الخارج الآن سمحوا أن ثلاثة العائلات يتجامعوا وتدريجياً سيحلوا ولكن في الآن يكون في الخارج ماشي في داخل المنزل نعم سوف نمشي عن دكتور محمد هاشم تيال طبيب الثاني ومحلي نفسي أيضا شفنا مرحلة مهمة أيضا لكثمر منها بلادنا دكتور تيال وهي وشفنا أيضا مثلا مسألة تصنيف شفنا مثلا الخطوة اللي قاموا بها الجهات أو المسؤولين فيما يخص مثلا تصنيف ديال منطقة واحد تصنيف ديال منطقة جوج كذلك يعني شفنا مجموعة ديال الأمور أو ديال الإجراءات اللي تم الاتخاذ ديالها شنو تقييمك دكتور محمد هاشم تيال بشكل عام للوضع في بلادنا في المخيط نعم اللي كيين وهو أنه تقييم ديال الوضعية اللي ديال المسؤولين خلاهم إليلوا الأمور بها تشكل بها تقول جهة ستتبقى مزيرة بشكل عادي وزيرة وجهة أخرى ستطلق ستطلق عليها شفية الأمور والذي ممكن نقع بزاف بحيث إليها بالنسبة لهم إليها وتطلقوا بزاف البلاد سنجدوا نفسنا هناك مشكل آخر لأنها تضعوا لتطلق كوفيد ونقعوا لتطلقوا في ذلك كرفيات لا نسأل بأن تطلقوا بزنا شهرين ونصر أو ثلاث شهر التي تقومنا بزناها كانت صعبة كثيرا على كل شيء صعبة على الناس الذين في عائلة وصعبة على الناس ترون ما تقومنا بزنا هنا تعاملنا مع الناس الذين كانوا في المستشفيات وفي الوطيلات كانوا في حالة نحن رأينا كانوا في حالة في كل الأطاق التي كانوا فيها كوفيد كانوا لديهم طبيب نفساني الذين يتكلمون لهم لماذا؟ كل المنصر المنصر في المنصر في المنصر المنصر من المنصر وعاد الناس الذين لا تريدون هم الأقاربين لا نسوا هذا وزنة مأساة جدا مهمة لا نريد أن نعود نعيش هذا مجرد وعاد نعيش هذا كثيرا لا أنا نظن بأن المسؤولين لإخداء القرار للصواب نحن نتخل وعاد نزيد وعاد إلى السنين واحد الأسبوع فعلا المنصر فعلا عيش 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 لا نحمي بلادنا أول وعند المشهود البلاد نبني المشهود جبار البلاد وعندما نعطيه كمثال في العالم وعندما نحن وعندما نبقى بعض الأيام غير بعض الأيام وعندما نحمي المواطنين من المشاكل التي تقومون عيشها وعندما في الصواب بعض الأيام ستحل ونرى حياة لا يوجد حياة وعندما سنطلقون هذه القضية من بعد نعم لو فعلا وهذه النقطة سنوقفون لأنها مهمة جدا ستكلمون عن المسألة ربما سمعنا بعض العبارات عن طريق فيديوهات أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق تدوينة الكثير من الأمور ستغير من بعد كورونا أو من بعد المرحلة أو الضرفية كوفيد-19 ما هي حقيقة أو فقط غير مبالغة أو ربما ستتغير إلى مرات الإنسان ستغير هنا نتكلم عن المسألة ما ستغير السلوكات في الإنسان ما ستغير نفسية الإنسان كوفيد-19 أو كورونا ستغير في الإنسان ما ستغير ما ستغير ما ستغير في المنظور التي أعطيت أو في الفيديو التي أتكلمت فيهم ما الذي نعيشه هناك لدينا فرصة لا تؤوض في العالم بأسره لغير عدد الأمور فرصة لا تؤوض لماذا؟ لأنه كنتم تغير في حالة التي أعيشنا فيها فهي هو الوقت الوحيد الذي قد تغير في العلاقة النفسية لدينا عدد التصورات التي لدينا هذه الحياة التي تجعلنا نتعابل مع الحياة بشكل لدينا فرصة التي تسمح لنا لكي تغير ترى الحياة ورى العلاقة مع الآخرين ومع نفسنا ورى النظرة التي لدينا على الضلطة ما هي الأهمية في الحياة وماذا وماذا نفلح في الحياة هي لدينا لدينا فرصة لكي نعيد النظر في هذا حيث لم ننسى بأن كنا نحتل وقتل وقتل الذي نعيش كنا نحتل في طريقة التي كانت خطيرة جدا للمجتمع كله للعالم لماذا؟ حيث 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 نحن أن إنسانياتنا نحن 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 وماذا نقل لدينا نحن 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 هذا ليس معقول لكي نفلح في الحياة هي نحن الماتيريالي الذي لدي عدد الأمور لكي نباني نحن ما هي هذه الحياة؟ الحياة هي كيفية نعاون الحياة هي كيفية نعطي فرصة لكي يفكر بشكل آخر الحياة هي نقول نقلب على العلم بشكل آخر نعمر نصيب بشكل آخر كيفية نفعل المجتمع كله بشكل آخر كيفية نوصل للناس الأخرين ووصل الوليدات كيفية أفكار أخرى كيفية كيفية القانون ما هو القانون يخصو هذا كل المسائل الذي يمشيناها كيفية نعطي الوليدات كيفية يخصوهم قبل كنا نقول الله يرحم من ربنا لا نبقى هذه الكلمة لا نبقى هذه الكلمة لا نبقى أن نقولها لماذا؟ حيث ولينا هم غارقين في الحياة نمشوا مع الحياة ونمشوا بأن يقرسوا الأرض ويوريوا الوليداتهم بأن الحياة ليس هي 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 التي تجعل الإنسان هي التي كانت لدينا ومع هذه تنسينا ومشينا ومشينا الوقت الذي عشنا يجعلنا نعيد النظر التي تجعلنا القيام الحميدة التي تجعلنا نبني وعليها هي القيام ومشينا هي القيام وهنا لدينا فرصة لكي نعيد ونعطيها ونعطيها كاملة لهذا القيام في الحياة وماذا سيكون غداء أو بعد غداء سنخرجوا سنقول متواصلوا لا سنعيشوا كما كنا كنا التخوف سيبقى سيبقى وفي الوقت السلوك كيف كنا سيبقى السلوك سيبقى السلوك سيبقى بشكل آخر ماذا سيبقى سيبقى سلوك حميدة وإيجابية لا 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 لا، نعطيه اتجاه آخر للحياة نعطيه نفكره بشكل آخر للحياة كيف نكون في علاقته مع الناس بشكل آخر ونحن نصل إلى الليلة كانوا الناس المفترين يعطيه نظرة لهم فهذا لنعاون الناس لنعاون التفكير لهم لنعاون الناس لعيدوا المعظم في هذه الاتجاهات التي كانوا عليهم هذه أهم مهمة جدا ويجب أن تعطيه الفرصة للمواطنين لتسمعها من خلال الفيديوهات ومن خلال حوالي أخرى لكيفكر بشكل آخر وهؤلاء المفترين يجب أن يجب أن يفكرون المفترين لأن الناس المفترين في البلاد يجب أن يجب أن يجبونهم دائبة وليس من بعد لأن هذه الفرصة لا تتعاون لنعطيه فرصة لتكلمون ونسمعون لهم ونزيدون بشكل آخر لكساعة نقبلون في الحياة بعدد القيام بالنسبة لأنها جدا مهمة ويجب أن ننشئ لها الاتجاه نعم النفسية للإنسان ربما سوف نتكلم عنها أيضا دكتور محمد هاشم تيال ربما الناس من بعد شهور وهم ملتازين بالحجر الصحي نوعا ما بزاف على مستوى الحياة الاقتصادية كيف ترجع الأمور كيف كانت الحياة ديالها العادية والطبيعية الأمور الاجتماعية كذلك سوف نتكلم عن هذه النقطة ولكن سوف نتكلم عن دكتورة سارة بن ميرا في كندا مثلا وفي أمريكا ربما تزامنات هذه الضرفية مع أحداث اللي هي خاصة نوعا ما بأعمال ديال الشغب الأمور اللي كانت خاصة بالعوم السورية ربما وكلنا شفنا جورج فلويد شفنا الإسم الثاني كذلك ديال المواطن اللي خرجات مظاهرة تانية كذلك يعني ماشي فقط غير في أمريكا ربما كانت وصلت الأمور احتل الكندا وشفنا مجموعة ديالفيديوهات اللي كتوتق ربما لأعمال معينة دكتورة سارة أنا بغيت نسولك فقط واش هاد المسألة فعلا مثلا المواطنين اللي خرجوه في كندا رغم أن الحادث وقع في أمريكا واش فعلا فقط من أجل عنصرية أو لربما واحد الكبت اللي كانوا عايشينه خلال هاد المدة ديال الحجر الصحي كانت فرصة بالنسبة لهم أنهم يخرجوه لأنه وشفنا أعمال ديالشغب شفنا أنهم هرسوا محلات تجارية لها كبرى مشو المحلات اللي هي خاصة بماركات معينة وكانت أحداث ديال سارقة كذلك يعني ربما هاد الصور وهاد شي كله وانتي شفت لي أنك عيشة في كندا فشو ممكن تقولين عني؟ بالنسبة لهذا اللي جرى هنا في الزيتازوني وفي كندا خصك تتعلم أن الزيتازوني والكندا أخا هما جوج بلدان لكن اللي كي جرى في الزيتازوني كي نحسو به في الكندا وفي كي نز sunt سوء وأخا معينة أعطيتنا كي نزرع من الهدفة بالنسبة له كي نزرع في الزيتازوني ينمون أخاة الوحيدة ومن أعلم ان نفس ونزرع النزرع ومن أهم يجرع ويكونوا مضامنين مع شنو جرال جوش فلويد و الأخرى. لكن، إنه صحيح أنه كان هناك ناس كانت أيضاً فرصة لكي يخرجوا لأنه ليس سهل أن الواحد يكون هذا الحجر ليس سهل الإنسان، لأن الإنسان هو اجتماعي لديه هذا المساعد أن يكون مع الآخر يتكلم، 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 يتكلم لذلك كانت فرصة لكي يخرجوا ويتكلم، يتكلم، يتكلم على المشاكل اللي كانوا فقدوا pendant هذاك لconfinement. Donc c'est sûr كان هذا فكرة لأن لابدامي والحاجر كان لأنه فكرة لأننا جعل لأننا سيخرجوا و 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 السارقة يحرسوا للمجازين لكن تف هاد المانفستاتيون كانوا في العالم في الأوروب كانوا نفس الشيء لكن أكثر هاد في كندا و في الزيتازين نعم نرجع لعندك دكتور محمد هاشمتيال وقد انتكلموا دابا النفسية ربما وقدر يكونوا حالات اللي انت أكيد كتتعامل معهم يعني أول حاجة نبدأ بالنفسية الناس اللي فعلا كانوا من التزمين مثلا بالحجر الصحي من بعد جاء يعني خطوة بخطوة مثلا الإنسان غاد يرجع للعمل دياله أو لا غاد يرجع مثلا للخدمة دياله كيني الناس مثلا اللي هو كيشتغل في مدينة ولكن يسكن في مدينة أخرى حتى للمسألة ديال تصنيف لش جبدناها قبيلة لأنه كي ناس مثلا اللي هو يعيشوها قبل وش هي مسألة سهلة وش هي مسألة فقط يعني مش مشكل إنسان غاد يبدأ غاد ينسى كل شي أو اللي لا ربما كان أمور لإنسان خاصه يرضي لها البالة دياله دياله موية موية هذا سؤال كبير الموية مغلنا حاوظ للخص اللي شنو كيني كيني وش غاد رجع للحياة العادية وللا رجع للحياة العادية وللا لنرى الأول كيف تقيم الوضعية كيف كان المواطن المغربي في هاتف الشهر الذي يدوزها في دار دياله حسب الندم كيني يدوز هذا في ظروف مجانا أو عاش هذا بشكل إيجابي أو ربط علاقات أخرى مع الوليد دياله تبي له بأن كين علاقة الأزواج سياد قدات مع العائلة الكبيرة كين الناس الذين عاشوا هذه العلقة مع ربي ومع الدين لهم تقدي الناس الذين عاشوا هذه الفترة بشكل إيجابي وكين بزار لا نحن لنضخم الأمر أو كين عدد الناس الذين يأخذوا وعند الناس يأخذوا ويأخذوا أمري كنت بأخير بحل هذا هذا صنف العباد الله كان صنف الآخر الذي كان للناس لا تمكن لكي يعيش ذلك حيث الرجل مع مراته لا تمكن لكي يعيش بحيث كان كل محل يتلقى بعض الساعات وكان جيدا في الوقت يتذكر مع الأخور ويضع ويضع ويضف فسأل رسول لكي لا تتقلق إلى الصوت عليه إلى غير ذلك أو لا هذا ويضع ضغطات كبيرة على الأزواج ويضع خصم ويكبر هذا شيء يتفرق ويضع يتأثير على الدلالي والدلالي هم يتعلم في الشخصية هشة يتعلم على هذا الذي يعيش ويتعلم ويتعلم أعراض نفسية في الوقت الذي يتعلم يتعلم محيط مريح يتجاوز هذا الضغط المتعلق بالكوفيد لم يتعلم لم يتعلم الموحيد لم يتعلم لم يتعلم أنا هم مرضو سيكون يتعلم طول حياتهم وفيما بين هذه الأطراف ومع الأصناف يتعلم كل شيء يتعلم وكل يتعلم يتعلم مع الزوج ومع 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 عدد الأمور فيها لأن الناس عايشين مع ومع المعاقين لا ننسوا بأن المعاقين تناهم في هذا ومعاقين مشكلة كبيرة نحن نعيش مع المعاقين الذهنيين لا يعرفون كيف يقوموا ومعطا تعطيلهم لم يتعطيتهم لم يتعطيتهم لم يتعطيتهم لم يتعطيتهم دخولهم فتحقدهم ومعطا تعطيتهم واحد مؤلم هذا المعاقين الناس تحتروا الأثناء المعاقين ثم سوف يتعطوا من أثناء يقوموا أثرهم كذلك كان مرتاحاً في نفسياتي لم ينطمئن مع رأسه مخلوع مع رأسه مقلق مع رأسه لم يكن يعيش لم يكن مرتاحاً أو مرتاحاً في نفسياتي هؤلاء الناس سيخرجون للحياة لا سيقومون بالتعامل مع الحياة بشكل قادم عبره مكانواله لماذا سيقومون برأسه سيقومون بالطبس سيقومون بالطبس سيخاف لأنه في هذه الخوف أما أن أخيف سيخاف من الأمراض وهي تخيف إذا أصبح المرض وهي تحسكون أنه المرض والأعادك سي естеسني يخافون أنهم المرض في نظف سيخلف لأنهم ينزف وینهب و view معارك منا 뇌 clock سيقومون بشكلix وتنظفكم في الخدمة نفس الشيء يعني سوف نعمل الخدمة إذا كانوا يعملوا مع القرين لم يعملوا شيء موحدنا كانوا يعملوا مع الناس كيف سوف نتعامل معهم سوف نعطيه أسهدايا سوف ندير لذلك سوف نشكل المشكلات سوف نقوم بسهولة سوف يقولون الناس مقلقين سوف يقولون الناس سوف يكون دفاعية أكبر سوف يكون ضغط عليهم وعلى الآخرين أكبر لذلك هناك مشاكل مشاكل ما زال جاية مع الأسف الشديد كان مشاكل ولكن المهم بالنسبة لي هي الميديا ويخصوم يعلمون الناس سوف يكدرون ونهنيكم على هذا الشيء سوف يقولون لي كنت حاضر بحيث تنوعين الناس بحيث لا أعرفوا كيف كان المشكل هذا هو مشكل عالي ليس بحال إلا ما أعرفه إذا كان لديهم وعي بأنه عالي سوف يتعاملون معه بشكل آخر سوف يضبطون أنفسهم سوف يلقيوا نفسهم سوف يلقيوا نفسهم إشارة طبيب الثاني أو أخي صائي في عينه سوف يساعدهم لكن طرق سهلة ليس طرق كبيرة لكن طرق سهلة بعد مرقية إذا تكلمت مع أخي صائي غير مرحة وحدك نتجاوز مشكل كبير لأن الأخي صائي لديه كفاءة إذا سمع لك سوف يعطيك أخو كلامك يعطيك أخو تصله في أخصو إذا تصل الخصوصي معك لكي تتعيشه سوف يقضيه سوف يقضيه لكي تأثيره عليك لذلك سنوعيه ونفهم العباد الله ونلحوه على كون أنهم يقلبوا على حلم ونقشنا عايش مشكلة ونقشنا عايش كنت عايش مع هذا الشيء عادي إلا ما عاديش ما عاديش العادي دي البشر هي أنه يكون مرتاح ويكون يتوصل مع الأخير من شكله عادي ويكون في علاقته مع الأخير لأنه مزيان هذا هو العادي ونقلبه لكي نكونه ما أمكننا أقرب ما يمكن من العادي نعم وتوضيح مهم جدا منك دكتور محمد هاشمتي المزل سوف نرجع للمجموعة هذه النقطة أيضا نتكلم أهليها معاك نرجع للمجموعة دكتورة سارة بن ميرا من كندا دكتورة بغيت نسولك على الحالات ديال الناس اللي هما في الأصل كيعانيوا من اكتئاب يعني مرضى ديال اكتئاب في ظل الوضع ديال التباعد الاجتماعي فيه كيف ما كانت تسمية دياله في كندا كيفاش عاشوا هاتجربة ربما لما اللي كتتواصلي معهم أو كتتبعي معهم أو لا يعني شنو الحال اللي كانوا كيعيشوا هاد المرضى ديال اكتئاب يعني هاد المصري الجلال الإنطلاع Operat هذه المصري الغيائجة ق lecture ديالبما ختمال الان شنو الشنو اللي كان خافو منه انو انو ان تانك PROFISSIONَّيلي د للاسانته المصري طارق الناس انو إكنو كل مودابا على الخاف إنو تكون موجة تانية لكن ما شي ديال المرد ديال كوبيد ولكن الاخصار ديال هل نفس الموجة تنية تكون الأمراض النفسية لأنها هي تكون أستواجهة وإنما هي أنها هي موجودة كم أدتت من أمه مجموعة هي موجودة في نفسه ونحن نرى الكثير من الأمراض في هذه الأشخاص، نحن نرى الناس وعندما يوجدون عن تثبات ونحن نفسه يجب أن يكون لديهم مشكلة لأنهم يتجاوزون هذه المرحلة في مدة الحجز أو بعد الحجز لأنه عندما يتجاوزون الناس يجب أن يتجاوزون، يجب أن يتجاوزون يجب أن يكون هذا التعامل يتجاوزون، يجب أن يكون لديهم علاقة على الاجتماع يتجاوزون، يكون هناك المنزل 24 عام 24 يجب أن يكون هناك المنزل لذلك، أكبر أن هذه المنزل يجب أن يكونوا حاولاً يجب أن يجب أن يجب عليهم التركيزية على أن يجب عليهم الإجتماعي ويجب أن يجب عليهم نفس الأمر وهو أيضاً أفضل، لأن هذه الواضحة والحضر، هذا هو الشيء الأفضل، وهو الشيء الأفضل، وهو الشيء الأفضل، لذلك يكون المشاكل أكثر، أن تشعر من الأوسوات التي يكون أكثر، والعفضل، والعفضل، وهذا في العمل، لأنهم يستطيعون نخلص المسك والإنسان، وهو الشيء الأفضل، وهو الأخير، وهو الوطبوس، هذا كل شيء يكون حاجة التي ستشاهدونها يجب أن الأخصائيين يكونوا وميدياتهم يكونوا على بال بالمسبة لأمراض والسامتوم التي يتعرضون عليهم الناس هذا هو شيء يجب أن نعرف نعم طيب مرضى الكتئاب مثلا خلال الظرفية الحجر الصحي أو التباعد الاجتماعي شنو مثلا تغيروا لهم الأدوية وش مثلا شفتوا عندهم بعض المضاعفات أو لا لا ربما لأن مريض الكتئاب مثلا بطبعه كتكون عنده علامات دي لأنه العزلة أو لك اللي مثلا تبغي بقبوحه في الدار أو لا فربما ما كان شي تغيير كثير أو لا لا لاحطوا أنه كان تغيير مثلا في أي جانب هو بالمسبة لأمراض النفسانية ككل كان شوفنا في هذا الوقت الحجر شوفنا شوفنا une augmentation أكثر على العدد الناس اللي كي يجعوا للأطباء النفسانيين المستشفى لأن تكون عندهم فقد الأمال إننا بف이�espace فقد أفكار الأفكار الأفكار و الفقد teammates الموت قديماء لن تتطعى لأطباء الناس لأن بمشA أفكار في الناس ما أمتون لا يوجد الجميع أكثر اللي هي الفئة ديال الأطفال ربما زفدي الأمة هاته أو الأباء كيقول لك كان صعب أنه تشرح الطفل مثلا ذاك الروتين دياله اللي هو موالف المدراسة دياله الأصدقاء والزملاء دياله الأستيدة دياله أو لا خاصة لما كنت تكلموا على السن اللي هو صغير هاد الفئة هادي اللي يعني أغلبية الوليدات ربما كين نوليدت اللي تبعوا دراسة دياله معنبعد ربما كين نوليدت لي مثلا في الروض أو لا في الحضانة أو لا يعني كان مشكل يعني احتفت تواصل يعني تيقول لك أنه مهما كتحاولت شرح لي مثلا الأم دياله أو للأب دياله تيقول لك ما قدرتش نوصل لي الفكرة علاش هو في الدار وما تيخرش نصيحتك اليوم يا دكتور تيال بالنسبة لكل أم وأب كيشاهدونا تعاول مع الأطفال في ضل هذه الوضعية هذه خصوصا ما تعاني لاش فينا كين دا بوليدات اللي كيتكلم مثلا مع ولد خالته أو مع ولد عمه أو اللي في منطقة واحد تشوفوا أنه خارج مسموح لي بعض الأمور راتي لعبت للجردة أو لا تتطرح السؤال هو في منطقة جوج تيقول وليده علش أنا لا علش هو خارج أنا ما خارج فكيف ممكن مع الولدات نتعاملوا في هذه النقطة؟ المشكلة هو جل أحيانا ما نشوفه في الأيادات ديالنا هو أن الناس جل أحيانا ما عرفت ما تقول ما تكلمات مع ولدات زومر هذا هو الإشكال بحيانا ما تبيل لهم وأنهم يتكلمون معهم بين نفسهم يبضحوا لهم لأن هذه الظرفية لا يعرفوها لذا إذا كانت توجب عليهم كي يقرر أولادهم في الدار مثلا لا تحطي لهم فرصة لهم يعطي توضيحات وهذا لا تعطي فرصة لأمهات لكي يعرفوا براميج مختصة فرصة لكي يعطي كثيرا بشوية بشوية في الأول لكن لم يكن يعرفون أنهم يقرروا كيف سنقررنا أولدي في الإنترنت كيف سنقررنا أولاده في الإنترنت حتى من نسبة الوابات مثل كوفيد الوالدين لم يعرفوا كيف يشرحوا الولداتهم بأنه كان المشكل كيف هو هذا الكوفيد؟ لأنهم لا يعرفون لأنهم لا يعرفون هذه المشكلة تؤدي هي التوضيح لماذا؟ لأن الطفل لا تضيح له إلا أن يبدأ يبني تصورات ليتوهم بحيث لتعلم على ما الذي يعيشه يبدأ يسمع كوفيد ويسرحوا بالكوفيد لا أعرف ما يقولون لا يكتبون فإنهم أن يكونوا خطيرا بلا ما يعرف ما هي فإنهم يبني أحدهم هذه المسألات قد تبقى في العقل الباطنية للطول ما تبقى من حياته وفي هذا الوقت سيقول لك شيء الذي تصوره في العقل سيكون قد يعطي أخلاع أكبر بكثير الوقت العلاء الذي نلتح بأنه كوفيدشن هو واحد الفيروس الذي قد يقع بعض الناس في المرض فئة قليلة للناس نسبياً لكن هناك شيء قليلة جداً بالنسبة لأمراض أخرى مثلاً وضحنا له هذه القضية وضحنا له هذه الأشياء التي نحن نعيشها سألتها في قائد الدنيا فهذا لم يكن أعرف أن يسحب الأطفال لم يكن أعرف أن يسحب اليوم وداروا شيء فالطة وخصومي خلصوا على هذا الشيء الذي داروه بحيث داروا شيء فالطة مع أبوه ولمهم وبما أنه داروا فالطة ووالدهم في وبخهم فهذا الشكل هذا الشيء يجب أن نوضح بأنه الوليات لا نعرف أن نوضح لهم بأنه قاعد الوليدة للعالم كله ينعيشون هذا الشيء بأن هذا الشيء سنخرجوا منه بأنه سيقول أصحابهم سيشوفهم من بعد هذا الشيء بالنسبة لأنه كان هناك جهة المغرب التي تحللت فيها الأمور وليس هناك جهة القرائية لماذا؟ لماذا؟ ما هو وقعنا عندي؟ هذا يجب أنه لدينا شيء خطير إذا لم يوضحناه هذه الفكرة التي تجعله والطفل لا نتواجد إلى أن الطفل هذا الشخصية هشة جدا وليس هناك الطفل ومعارضة لدينا مراهق ومعارضة للمغربة وخصصة الأخرى ولم أغانا كيف يقنن الوقت وكيف يقنن الوقت وكيف يقنن الوقت وكيف يقنن الوقت وكيف يمشيهم في الوقت المعين لو لم أغانا فكله لا تعطيه الفرصة لكي لا تعطيه الفرصة لا تعطيه الفرصة لكي يهضمه وإذا لم يهضمه جيدا يأتي له طول حياته في الوقت لكي يهضمه جيدا تأثيره لا يوجد أو قليل جدا نريد أن نفره الظروف التي يريد أن تعطيه لكي يتجاوز هذه المرحلة حياته بلا أن تكون مضاعفة هذه النفسية جدا مهمة هذا المهم فكرة الأولى نوضحه ونتكلمه مع ولدتنا ونعطيهم صورة لا تكون صورة ولكن نعطيهم هذه الصورة التي اختطتها لهم وإذا احسن بلدتنا لديهم بعض الأعراض لا يجعلون أفضل ومن اليوم لا يجب أن يتبول أو يتبول أو يتخلع في البيت أو يشكي عنده قراصة أو الكرش وضارة هذا كله مسائل لا يجب أنه لم يكن قبل فالفلت النظر بأنه كان هناك إشكال ونبين لولا بأنني أعرفت أنه مألم إحساس بأنه حسبة في الوقت لا يبينه ونصنط له ونوضح له ونعطيه إضاحات عدد الأطفال بمجرد أنك أعطيه إضاحات فإنك تبرد الدخول الذي يكون طالعاً وما يبرد والتأتيب ومن بعد أن نعطيه أولاً ونحيله على الناس مختصين أحياناً وفتلاح لنحك أن يكون حلوات 4 أو 5 يجب أن يتجل الإنسان يعتقل حياة كلها لذلك أن نحن أسؤال أننا كوالدين على هذه الأولادات كي ننفرهم لهم شروط لن يتعطيه من هذا الشيء الذي يتمعيه في الهدراء من الوجود أحدهم من إطمئنا الذي نعطيههم ومن نعطيههم لنعطيههم لإحساس لأننا نكون نحن نقل أفضل ونقول لهم أنهم لا نبينوا لهم كثيراً ونحن نبينوا في التعطي الوليدات لكي يتجاوزوا هذا الشيء بدون تأثير على البناء الشخصية لهم نعم، آخر نقطة د. محمد هاشمتيال كيف يمكن أن يجعل كورونا ذكرى سيئة في العقول لنا أو في الدين لنا؟ ماذا نريد أن نفعله؟ كورونا جعلتنا أن نعطي بلاستها العلاقات العلاقات للريباط والليان والبشعر أتبينت من خلال هذه التجربة بأنه حتى حجمت قد تعوض التواصل ديريكت كما يمكن أن يكون هناك كلفازات أو الإنترنت المهم في الحياة للإنسان أنه يتواصل بين بشعر لبشعر أي يجب أن نكون دائماً متقربين نتبين أنه لا يوجد شيء آخر إلا أن نكون متقربين من بشعر لبشعر لكن العلاقات لنا ستبيننا بأنه نعطي بشكل آخر العلاقة لا يوجد رباط بين الناس نعطي بشكل آخر ونعطيه كذلك آخر الكلمة التي سنقولها نعطيه كما قلت في الأول ونختم في هذه الكلمة إنسانياتنا هي أساس الحياة لا ننسوش بأنه هي أصلاً نشوفها طريقة التي نمشينا فيها هذه الأيام لأننا نعطيه كذلك وكل أعطيه حاولت ما أمكنها لتساعد حاولت ما أمكنها لتستعمل إنسانياتها لذلك إلى أن نعطيه هذه القضية سنعطيه نعطيه ونعطيه آخر الحياة للعالم بكاملها لك الشكر الجزيل للدكتور محمد هاشم تيال طبيب نفساني ومحلي نفسي شكراً جزيلاً لك أنت معنا من خلال برنامج ويقاية وعلاج شكراً مرة أخرى شكراً لك سيدتي شكراً لك شكراً كذلك شكر موصول للدكتورة سارة بن ميرا وهي طبيبة نفسانية كانت معنا من مغيال من كندا لكن للأسف لظروف تقنية كندون عندها مشكلية لمستوى الانتغنت فما قدرتش أنها تكمل معنا اللقاء لكن شكر موصول لها شكراً لكم مشاهدنا ومتتبعين دائماً على حسن المتابعة والوفاء ألقاكم بإذن الله الأسبوع المقبل ضمن عدد جديد من برنامج وقاية وعلاج الخاص بالتوعية الصحية لكم أطيب ورقة تحية من عفاف ماجد كانت معكم شكراً كذلك وشكراً موصول مهدي فرحي اللي هو مرافقني دائماً في الإخراج وكل ما هو تقني كانت معكم دائماً طيب المتابعة رفقة كل برامجنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر